أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح على ضرورة تقييم الوضع الراهن لجدري القرود والتصنيف الدولي له ودراسة الاستجابة والاستعداد لأي احتمالية وشدد الوزير بحيبح خلال ترأسه اجتماعا للجنة الطوارئ الصحية على ضرورة العمل على تحديث الأدلة والبرامج ومشاركتها مع مسؤولية الترصد بالمحافظات بهدف تجاوز الخلط للمفاهيم بين جدري القرود وبقية الأمراض الجلدية المشابهة له مؤكدا على تفعيل الدور التوعوي والتثقيفي وتبني رسالة اعلامية وجهة لرفع مستوى الوعي تجاه الوبيئة وإرشاد العامة إلى كيفية الوقاية منها وتجنب الإصابة بها ترجمة نانسي قنقر